اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قوافل الشاحنات عبر طرق البلدان الافريقية لضرب عصب تجارة والاقتصاد والتبادل تجاري بين المغرب وعمق الافريقية بدليل ان القتل لم يصرق حمولة الشاحنتين مالي هي الدولة الاقرب للجزائر وقد ذارها رمطال عمامرة وزير الخارجية الجزائرية قبل ايام قليلة من وقوع الاعتداء والشمعة في ثفارة الجزائر بمالي باشخاص غرباء بعد انسحاب القوات الفرنسية من مالي اخذت الجزائر مكانية في مهمة التدبير المفوضة لمهمة ظاهرها محاربة الجماعات المسلحة وباطنها تدبير مهمة ضرب مصالح المغرب في افريقيا ومن يعود لوثائقه لاري كلينتون فيجد انها تتحدث عن دعم الجزائر للجماعات الارهابية المسلحة لضرب مصالح المغرب مالي اصبحت منطقة خطرة للغاية خصوصا في الاشهر الثلاثة الاخيرة بعدما اصبحت قوافل الشاحنات تتعرض لهجومات المسلحة راح ضحية الثائقون من موريتانيا والسنغال كل الدول خفضت من حضورها الدبلوماسية على ارض مالي وعلى المغرب التفكير في حل بديل لتوريد الثلع لهذا البلد دون المغامرة بحياة الثائقية الشاحنة المغاربة ما حدث بمالي ليس عملا معذولا ويجب ربطه بأحداث أخرى لفهم الثورة بشكل أوضح إذ قبل أيام قليلة حدث انقلاف غينيا بقيادة عسكرية لا تخفى ارتباطاته بالدولة الفرنسية العميقة تذامن مع تواجد المنتخب المغربية لكرة القدم بهذا البلد ولولا تدخل الملك شخصيا لإعادة أفراد المنتخب ثالمين آمنين إلى المغرب لكانت حصلت الكاريتا قبل هذا بشهور تم تصفية أحد الدبلوماثيين المغاربة ببركينفاثو وبين هذا وذاك هناك الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الجزائرية العمامرة لموريتانيا ودعوتها لخلق ممر للجبهة الإرهابية البوليثاريو لخلق نقطة توتر بمدينة القويرة قبل أيام عرضت قناة امثيث الفرنسية روبرتاجا حول دولة رواندا اجتهد مقدمه ومعده لكي يظهر فيه أن هذا البلد الذي خرج من جبة الاستعمار الفرنكوفونية واختار التوجه إلى الأنجلوسكسونية يعيش أوضاعا اقتصادية ثعبة رغم أن الجميع يرى كيف استطاع الرئيس بول كاقامي إخراج البلد من التخلف الذي تثببت فيه الحرب العرقية التي اعترفت فرنسا بمثؤوليتها فيها وأصبح نموذجا يحتدى به في إفريقيا والدول النامية لكن الحقد الفرنسي على كل من يتحرر من استعمارها يعمي عيونها ويجعلها تكشر عن أنيابها دساعا عن مستعمراتها التي تمتص دماء أبنائها وتنهب خيراتها اليوم هناك حرب على المغرب ومصالحه في إفريقيا وعندما نبحث عن المتضرر الأصلية من تمدد المغرب العمق الإفريقية سنعرف من المستفيد من الجريمة ما زال الكثير من الغموض يلف مقتل ثائقين مغربيين يوم السبت رميا بالرصاصة فيما أصيب آخر بجروح ونجى ثائق رابعة على أيدي جماعة مسلحة بمالي وأصبحت كل الفراضيات مطروحة بعد أن شكلت المعطيات الأولى ثورة مصغرة عن الحادث الذي استهدف بشكل مباشر الثائقين ولم يكن حادثا عرديا ولا من أجل الصرقة وفي الوقت الذي مالت الصحف المالية الصادرة صباح اليوم إلى أن العملية إرهابية واستهدفت الثائقين المغربيين دون غيرهما قالت معطيات من مصادر جد موثوقة بأن الاستخبارات الخارجية المغربية دخلت على خط الحادث من خلال تجميع كل المعلومات والمعطيات المرتبطة بالحادث وتحليل جميع الفراضيات بما فيها أن العملية إرهابية مخطط لها وتشر المعطيات إلى أنه منذ الإعلان عن الحادث بدأت تنصيق بين جهاز المخابرات المغربية والأجهزة المالية لتحديد الجماعات التي تنشط في المنطقة التي تتبع لها بلد الديديني مكان الحادث لرسم ثورة معينة عن أسباب إطلاق النار على الثائقين المغربيين دون غيرهما وعن من يكون وراء هذا العمل المسلح وإن كان الأمر يتعلق بعملية محلية أو أن لها أبعاد إقليمية وبدأ وضع فردية العمل القذر مضروحا حسب الإعلام المالية كما أن المعلومات الأولية لا تستبعد استعمال المرتضقة لتنفيذ هذه العملية التي استهدفت مغاربة في عملية كان الهدف منها قتل الثائقين وكان الأمر يتعلق برسالة معينة أريد منها إيصال شيء ما إلى المغرب وفي الوقت الذي بدأت التحقيقات في الحادثة تبرز العديد من الجماعات التي تنشط في مالي والتي لها أجنحة مثلحة مثل ما هو الحال مع جماعة أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامية وحركة تحرير الأزوادة والدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى التي يتذعم عدنان أبو الوليد الصحراوي الذي ينحدر من مخيمات تندوف حيث أن الأخير أصبح خيطا رافعا في التحقيق الذي بدأت تباشر أجهزة المخابرات المغربية وناظرتها المالية خصوصا أن بلدة دي ديني التي تبعد 300 كم عن العاصمة باماكو يفترض أن تحت سيطرة الجيش المالية ويصعب تنفيذ مثل هذه العمليات في حق أجانب بضواحيها يأتي هذا الحادث في الوقت الذي سبق لحبوب الشرقاوي مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية المغربية أن حدر من تواجد مئة عنصر من عناصر عصابة البوليساريو ينشطون في صفوف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامية المتمركزة في منطقة الساحلة واعتبر الشرقاوي أن أنخراط عناصر عصابة البوليساريو الإرهابية في هذه المجموعات المصغرة أو داخل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامية أو في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى هو معطى ثابت وزاد موضحا أن منطقة الساحلة تمثل خطرا كبيرا وتحديا أمنيا مهما بالنسبة للمغرب وأن هذه المنطقة تعد اليوم التهديد الإرهابية الذي يرخي بثقل على المملكة في هذا الصياق تبدو العديد من فرديات قتل الثائقين المغاربة مطروحة بما فيها احتمال وجود دور إقليمي للعملية واستعمال دول إقليمية لمرتزقة من أجل تصفية حسابات مع المملكة وهنا يبرز الصراع المغربية الجزائرية خصوصا في شقة الاستخباراتية حيث ما زال كشف جهاز المخابرات المغربية لنقل زعيم عصابة البوليساريو إبراهيم غالي إلى إسبانيا من طرف المخابرات الجزائرية يرخي بدلالي على الجارة الشرقية وعتبر هذا الحادث فشلا دريعا لجهاز المخابرات الجزائرية واختراقا كبيرا لها بعد أن كشفت أجهزة المخابرات المغربية طريقة نقل زعيم العصابة إلى إسبانيا والإسم المستعار الذي استعمله لدخوله إلى المستشفى للعلاج وجميع الحيثيات التي رافقت هذه العملية الاستخباراتية الفاشلة من طرف الجزائر وهو ما جعل العديد من الرؤوس الأمنية في الجيش الجزائرية كما في الاستخبارات الجزائرية تسقط وكان فيديل سيندا جورتا المدير العام للسياسة الخارجية والأمنية بوزارة الخارجية الإسبانية والاتحاد الأوروبي والتعاون قد حذر من التهديد الإرهابية الحقيقية الذي تشكل عصابة البوليثاريو في منطقة الثاحل على الجوار الأوروبية وقال المسؤول الإسباني رافع المستوى خلال تدخل في ختام أشغال منتدى حول الإرهاب العالمية نظمه معهد الكانو الثنى الماضية إنه الصودي ما حين علم أن الزعيم الجماعة الإرهابية الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى عدنان أبو الوليد الصحراوي ينحدر من مخيمات سيندوف منشيرا إلى أن هذه المنطقة أضحت أرضا خصبة للجهادية الإسلامية وذكر السيندا جورتا التي نقلت تصريحات وكلة أوروبا بريث أنه تم إبلاغ بأن هذه الميليشيات المسلحة كانت تتدرب في كوبا خلال الفترة التي كان يعمل فيها كديبلوماسية بذلك البلد منشيرا إلى أن ظاهرة الجهاد المتطرفة الراثخة في هذه المنطقة يجب أن تتير انتباهنا لأنها قريبة جدا من عالمنا وأشر المسؤول الإسباني إلى أن عودة بروز هذه الظاهرة منذ أن بدأت من الجزائر ليس فقط في منطقة الساحل ولكن أيضا في المناطق المجاورة الأخرى مما أودى بحياة المئات من الضحايا ويبدو أن تدعيات قتل الثائقين المغاربة ستمتد إلى فواصل أخرى من الصراع الإقليمي في المنطقة بعد أن بدأت شراراتي تصل إلى فرادية وجود عمليات استخباراتية خارجية وهي الفرادية إن صحت ستدخل المنطقة بكاملها في لعبة قذرة لا أحد يمكنه التنبؤ بمآلها أفادت تقارير إخبارية إسبانية أن المصالح الأمنية بمدينة فالنسيا تمكنت من اعتقال شخص من أصل جزائرية منتصف الأسبوع الجارية لتورط في ارتكاب جريمة طعن مهاجر مغربية جنوب البلاد وذكرت دات المصادر أن المشبه فيه يتواجد في التراب الإسبانية بطريقة غير شرعية حيث أقدم على طعن الضحية المغربية بغرض الثريقة وأخذ محفظته وياتفي الخاص ولا ذا بالفرار بينما نقل الشاب المغربي المثاب للمستشفى وهو في حالة حريجة وأصفرت الأبحث القضائي التي بشر المحققون الإسبان عن تحديد هوية الجاني وتم توقفه من أجل تقديمه لاحقا للمحكمة وأمام العدالة بتهمة محاولة القتل العمد وإلى الجزائر حيث انضافت أذمة اللحم البيضاء والحمراء إلى سلسلة الأذمات المستمرة في بلاد العسكرة على غرار نقص الماء الصالح للشرب والسيولة المالية والذيت الغذائي والدقيق والحرائق والأكسجين الموجه للمستشفيات في عذ أذمة فيروس كورونا المستجدة وتعرف أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض مؤخرا ارتفاعا شديدا في الأسعار لم يجد المختصون تبريرا لها فالفيدرالية اللحوم الحمراء والبيضاء لم تجد تفسيرا لهذا الغلاء الغلو المتوقعة وأقل رئيس واثرنا نخجل عندما نقف عاجزين عن معرفة أثباب غلاء منتجاتنا ومن جانب آخر حضرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلكة من ظاهرة بيع لحوم لا تحمل ختمة بيطرية في محلات الشواء المنتشرة على الطرقات وفي بعض الأماكن وأكدت المنظمة بأن انتشار مطاعم ومحلات لبيع الشواء بالميذان مؤخرا حيث يتم عرض كل أنواع اللحوم بطريقة تغري الذباء عن طريق الإنارة القوية وتصعد دخان المشاوي في وقت يجهل المستهلك مصدر هذه اللحوم وبعض هذه اللحوم يكون خاليا من ختم البيطرية لأنها ذبحت في المذابح الغلو الشعية وبعيدا عن أعيون الرقابة أو تكون لحوم أغنام مريضة أو كبيرة في السن والمفروض حسب المنظمة أن تكون كل قطعة لحم مخصصة للشواء مطبوعتنا